أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها للتدرب على رسم الميبيانات تحديدا مهارة إنجاز الميبيان بالمنحنة أو الميبيان التطوري في إطار حصص الدعم المخصصة لمستوى الثانية باكالوريا مسلكي الأداب والعلوم الإنسانية برسم موسم الدراسي 2021-2022 بحول الله إذن لهذا الغرض كنقصر عليكم أننا نشتغل على هذا الجدول موضوعه تطور ناتج الداخلي الخام العالمي بين 2015-2019 بالنسبة المئوية إذن عندنا جوجد الخانات خانة السنوات ونسبة تطور ناتج الداخلي الخام العالمي المصدر إذن المطلوب مننا بعد قراءة هذه الوثيقة هو تحويلها إلى ميبيان بالمنحنة معنا أننا نحول معطية الجدول الإحصائية إلى ميبيان بالمنحنة أو ميبيان تطوري إذن في هذا الإطار لا بأس أننا نذكره بأهم مقتضيات وشروط تحويل معطية الجدول إلى ميبيان بالمنحنة أو ميبيان تطوري إذن المنحنة أو التطور بالنسبة للرسوم البيانية لا بد أن يكون الشرط مرتبط بتطور الظاهرة في الزمن يعني سواء كانت الأرقام أرقام مطلقة عدد مطلقة أو نسبة مئوية إذن فبالنسبة للتطور على الأقل ستكون لدينا ثلاثة ديال السنوات فأكثر بعد ذلك نحدد طبيعة الظاهرة المتناولة في الجدول وإطارها المكاني بمعنى المجال الجغرافي وأيضا الفطرة الزمنية المدروسة إذن فد الحالة فطبيعتها الظاهرة هي ظاهرة اقتصادية تتعلق أساسا بالناتج الداخلي الخام لبي إي بي العالم طبعا هنا المجال والمجال العالمي الفطرة هي ما بين 2015 و2019 إذن من كنقرأوا السنوات كنلقوا 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 إذن فالظاهرة هنا هي ظاهرة متطورة لكن هذا التطور هو تطور متصل بمعنى عندنا توالي السنوات ثم بعد ذلك يعني لابد أننا نحدد أو نصنف المعطيات حسب نوعيتها إذن المعطى الأول هو السنوات هو معطى نوعي اسمي لأننا السنوات ثم المعطى الثاني هو معطى كمي نسبي كيتتعلق بالنسب المئوية إذن كما تلاحظوا يعني نسبة ناتج الداخلي الخام العالمي في 2015 كانت 3.1% ثم تراجعت إلى 2.8% سنة 2016 وارتفعت من جديد إلى 3.3% سنة 2017 وانخفضت قليلا إلى 3.2% سنة 2018 وانخفضت بعد ذلك إلى 2.5% سنة 2019 إذن هنا الخطوة الموالية بما أن السنوات هي متصلة إذن ما ديش نحتاج أن نختار مقياس السنوات كنختار فقط مقياس السنوات إذا كانت عندي الظاهرة متطورة تطورا متقطعا يعني كينفواصل بين السنوات في حين أنه خصني ضروري أنني نختار المقياس الخاص بالتطور الناتج الداخلي الخام العالمي إذن الطريقة هي أنني كنأخذ أكبر نسبة اللي هي 3.3% كالقسمة العشرة هي 0.33% إذن فكننا أخذ بإفراط هي 0.5% إذن ممكن تختار 0.5% كمقياس مناسب لتمثيل هذه المعطيات وتجزيدها في ميبيان بالمنحنة أو الميبيان التطوري إذن الشكل النهائي عزائي للميبيان سيكون كالآتي إذن كرسم طبعا جوج دي الخطوط إذن المحوار الأول هو المحوار العامودي إذن سيكون فيه نسبة تطور الناتج الداخلي الخام والمحوار الأفقي سنمثل فيه السنوات إذن كما تلاحظوا المقياس الذي اختارنا هو كل 1 سنتيمتر يسوي 0.5% إذن كل ما نسعد في المحوار العامودي إلا وكان ضيف 0.5% هذه مهمة بزيف إذن 0.5% 1 1 1.5% 2 2.5% 3 3.5% ثم بعد ذلك من خلال استعمال المستارة إذن كنحدد هذا النسب من خلال التقاطع ما بين المحوار العامودي والأفقي إذن في 2015 طبعا هنا النسبة كان 3.1% ثم 2016 جوش فاصلة 8% ورتفعت إلى 3.3% في 2017 وهكذا إذن كنحدد هاد النقط ثم بعد ذلك أصل بينها بخط لكي أحصل على المنحنة إذن بهذه الطريقة كنمثل النقاط وكن نربط بيناتهم باش نحصل على المنحنة التطوري أو الميبيان التطوري والتي تسمى أيضا الميبيان بالمنحنة بالنسبة للسنوات كي بقالية الاختيار إما نختار كل واحد سنتيمتر يساوي سنة أو ممكن ناخد كل واحد سنتيمتر يساوي يعني 6 أشهور أو نصف سنة كي بقالية الاختيار هنا على أساس أنه دائما يكون نوع من الانسجام والتناسب ما بين المحوار العامودي والمحوار الأفقي إذن على هذا الأساس لابد أن نذكره بعناصر الميبيان بالمنحنة إذن اللي هي المقياس يخص يكون كما قلنا المقياس مقياسا مناسبا وحددنا طريقة دي الاختيار المقياس المناسب ثم العنوان كنكسبه دائما في الأعلى إذن تطور الناتج الداخل للخام العالمي بين 2015 و2019 بالنسبة المئوية ثم بعد ذلك المتغيرات إذن في كل محور إلا وكنكسب المتغير دياله إما في الوسط أو في آخر كل محور إذن نسبة المئوية والسنوات ثم أيضا المصدر الذي نأخذه مباشرة من الجدول والإطار إذن العناصر اللي هي العنوان المتغيرات سواء النوعية أو الكمية إذن إضافة إلى المقياس إذن هذه العناصر كلها كتكون داخل الإطار بالستناء المصدر اللي كيكون خارج الإطار وبهذه الطريقة كنكون طبعا أنني سوفيت الشروط الأساسية ديال الميبيان بالمنحنة وكنحصل على النقطة ديالي كاملة اللي هي ثلاث نقاط إذن فقط لابد أننا نذكره بأن تمثيل صحيح يتوقف أساسا على اختيار المقياس المناسب والدقة أيضا في تمثيل المعطيات الإحصائية إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسنية تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وما تعافي لأني نفسي ونوفق في تبليغ مضامن وعناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم أي أسئلة أو السف صارت يمكن لكم أن تتركوا لفتعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته